دراسة بريطانية أثبتت أن القبر كان ملعون بالفعل بطريقة بيولوجية معتمدة ومتعمدة فقد توفي العالم كارتر في عام 1939 على الأرجح بسبب نوبة قلبية بعد معركة طويلة مع سرطان الغدد اللينفاوية الذي يؤثر على الجهاز المناعي لمكافحة الجراثيم في الجسم وتم رب التسمم الإجعاعي كسبب للسرطان كما توفي اللورد كارنفورن أحد الرجال الذين ساروا أيضا عبر الغرف المليئة بالكنوز بسبب تسمم في الدم بعد خمسة أشهر من الاكتشاف وتوفي أسخاص آخرون شاركوا في أعمال التنقيب بسبب الاختناق والسكتة الدماغية والسكري وفشل القلب والالتهاب الرئوي والتسمم والميلاري والتعرض للأشعة السينية وجميعهم توفي في الخمسينيات من عمرهم وبعد وقت قصير تم فتح المقبرة وانقطعت الكهرباء لفترة قصيرة في جميع أنحاء القاهرة ترجمة نانسي قنقر